الدماء صعبة على النسيان فكيف بها إن كان الدماء متظاهرين سلميين لم يطلبوا أكثر من وطن فجوبه بالرصاص وقنابل الغاز وهي توجه إلى الجماجم حتى ضرج العراق بدماء أبنائه في ثورة تشرين الناصعة ألف شهيد أو يزيدون سقطوا خلال أشهر من التظاهرات المتواصلة من ساحة التحريد في بغداد حتى البصرة جنوبا مرورا بالنجف وبابل وكربلاء والناصرية قال رئيس الحكومة آنذاك عاد العبد المهدي إنه لا أحد يقتل المتظاهرين بينما خرج وزراؤه يتحدثون عن طرف ثالث هم الميليشيات لكن لم يسموها وقيل عبد المهدي أو استقال خلفه الكاظمي في حكومة الروج لها أنها تمثل ثورة تشرين نفى المتظاهرون تلك الحكومة وقالوا إنها تمثل امتدادا لسلطة ما بعد الاحتلال مرت أيام قليلة فتكشفت الحقائق حكومة الكاظمي نفسها قمعت المتظاهرين غير مرة وفي أكثر من محافظة لكن الفارق أن الكاظمي كان حريصا على تشكيل لجان تحقيقية في كل جريمة ترتكب ضد المتظاهرين غتيالا أو اختطافا أو تهديدا لم تخرج أي من اللجان السابقة بنتائج تذكر بل أصبح تشكيل اللجان دلالة لدى العراقيين على أن الأمر بات في طي النسيان واقتفاءا لأثر سلفه صوت البرلمان الحالي على تشكيل لجنة نيابية لتقص الحقائق والبحث عن المفقودين من المتظاهرين والمغيبين وبصرف النظر عن كون مجلس النواب هذا الذي لا يمكن القول بأنه موثر للشعب بسبب النسب العالية من المقاطعين للانتخابات فإن خطوته تلك لا تعد كونها للمتاجرة بدماء الشهداء ومأساة المخفيين لا سيما أن القاتل والخاطف بات معروفا للجميع ويشار له بالبنان عند كل مصيبة تحل بالعراقيين ترجمة نانسي قنقر